التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عواظ بن مبارك مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى بلادنا يفغيني كودروف وناقش معه مستجدات الأوضاع والتطورات في اليمن وأثناء اللقاء أوضح وزير الخارجية أن ميليشيا الحثي ترفض وتعرقل جهود إحلال السلام وغير جادة في تنفيذ استحقاقاته لافتا إلى عدم اكتراث الميليشيا بالوضع الإنساني والعمل على مفاقمتها من خلال الحرب الاقتصادية التي تشنها على الشعب اليمني وحمل بن مبارك ميليشيا الحثي المسؤولية على استمرار عرقلة معالجة قضية خزان النفط المتهالك صافر لافتا إلى أن هذه القضية تعتبر قضية بيئية وعلى العالم ألا يتسامح مع تعامل الميليشيات إبقاء الخزان كتهديد بيئي وإنساني واقتصادي من جانبه جدد استفير روسي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها باليمن وأن روسيا ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار